أستاذة صابرين سلام عليكم سلام عليكم مرحبا عليكم السلام اتفضل لو سمحت يا دكتور أنا يعني رحت للدكتور وكده وانا بيبتلي جلطات عالمه فطلب مني ان انا ما صمش شهر رمضان فانا بطرحة متضايقة فمش عارفة اعمل ايه حاضر نفسي اصوم ومش عارفة اعمل ايه طيب حاضر شو في حاجة صابرين ان الله يحب ان تؤتى رخشوه كما تؤتى عزائمه يعني ربنا يحب منك انك تكوني في رمضان مفترة مش صايمة يحب كده واحنا لما بنصوم بنصوم عشان ربنا بيحب الصيام فاذا كان الصيام سيؤثر عليك فالقرآن الكريم في مرتين يقولك كده بيكلمك انت لوحدك حاجة صابرين في مرتين يقول كده يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات شو بيقولك ايه بقى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ورجعي كرر الكلام تاني ويقول شهر الرمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا شوف التأكيد او على سفر فعدة من ايام اخر بعدين ربنا بيلك يا حاجة صابريني يقول ايه يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله لا يريد ان يكون امره في عسر على الانسان فلا نحول المسألة الى هذا انما انت لما بتفطري بتفطري دين عبادة ولما بتصومي بتصومي دين وطاعة عبادة نفس الموضوع فالامرين سواء حاجة مفيش امر متقدم على امر ولا مفضل على امر امر الافطار زي امر الصيام هو الامرين صدرين من ملك سبحانه وتعالى فالامرين واحد فمدام انت عند الجلطات تحتاجين الى سوائل كثيرة في النهار واحنا في الصيف في الساعات طويلة والطبيب رأى ان هذا الصيام سيدر بك فانا انصحك ان تفطري وان تطعمي مكان كل يوم افطرتيه مسكينا تطعمي مكان كل يوم افطرتيه مسكينا وخدوا بالكم في حاجة اسمها اطعام مسكي ودي اسمها الفدية وفي حاجة اسمها افطار صائم ودي اسمها صدقة يعني احنا لما بنيجي نعمل حاجة اسمها افطار صائم يعني انا بقى تصدق عايز اخد اجر عايز اخد اجر مقابل واحد صام زي اجر واحد كان صائم تاني فبقى اعمل حاجة اسمها افطار صائم اعمل بقى ايه اجاهز اكل وقدمه لصائم افطره يبقى انا كده خدت اجر الصائم وهو خد اجره اجر صيام وانا خدت اجر افطار له اسمه افطار صائم دي من الصدقات دي تعملوها من الصدقات مش من الزكاة الزكاة بتروح في مصارفها مالا وتروح للفقراء هو ياخدها يعمل فيها زي ما عايز وحر لان دا مش مالك دا ماله قال تعالى والذين في اموالهم حق معلوم في اموالهم حق دا حقه وحر فيه بقى انما افطر الصائم دي من الصدقات انما اطعام مسكين دا للي بيفطر للي بيفطر في نهار رمضان ياخد حاجة اسمها اطعام مسكين ركزه في دي فدي اسمها فدية ففدية ربين الف مال فمن كان مريضا او على سفر فعدتهم من ايام اخر وقال في الاية اللي قبلها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون دي كان في الاول اللي عنده قدر على الصيام ولا يمكنه ولا يريد ان يصوم يبقى يفدي قيس عليها المريض وقيس عليها ان كنتم مرض او على سفر بس مش حيقدر يصوم وقيس عليها الحامل والمرضع والنفساء اللي يقول ولدت يعني كل الكلام ده يبقى حاجة صابرين ما زلت انصحك انك تفضلي على الافطار وانك تكتهدي في نهار رمضان في الذكر في التلاوة في العبادة في قراءة القرآن في مرضات الله سبحانه وتعالى